في ظل عدوان إسرائيلي ممنهج على الشعب الفلسطيني وفي ظل إبادة جماعية واضحة للعيان وفي ظل تطهير عرقي الجميع يتحدث عنه النهاردة يوم 15 مايو 15 مايو هو اليوم اللي بيحيي فيه الشعب الفلسطيني الذكرى السادسة والسبعين للنكبة واللي من لا يعلم النكبة النكبة هو اليوم الذي تلى إعلان قيام دولة إسرائيل والنكبة مفهوم فلسطيني واسع جدا بيحييه الفلسطينيين كل عام وبيتذكروا فيه هذه المأساة ما أكبر كارثة حصلت للشعب الفلسطيني النكبة اللي تعرض فيها الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية من سنة 47 وتعرضوا للخروج من بلدتهم ومن مدنهم وحوالي 750 ألف فلسطيني خرجوا قسرا وتم تغيير أسماء البلدات الفلسطينية وتم أنواع كثيرة جدا من الظلم والقتل والتشريد والتهجير القصري ويكفي أن أنا أقول أن في بلدات كثير جدا من بعد تاريخ النكبة كانت أسماءها أسماء عربية يعني زي تل الربيع مثلا اللي أصبح اسمها تل أبيب زي مثلا القدس اللي بقى سموها أرشليم أسماء وبلدات فلسطينية كثيرة جدا تحول أسمها من الإسم العربي إلى الإسم العبري من بعد هذا اليوم اللي بيسميه الفلسطينيين النكبة النكبة هي الكابوس الكبير اللي تحطم فيه الوطن الفلسطيني العصابات الصهيونية وقتها أمت بتدمير عدد كبير من القرى يمكن عدى الربعمائة قرية فلسطينية في الوقت ده وأكتر من عشرين مدينة حصل تهجير لعدد كبير جدا أكتر من نص عدد الفلسطينيين بوحشية وإرهاب وحرق للبيوت وتدمير للمزارع ومش حنقول أنه على الأقل عشر تلاف فلسطيني استشهد فيه الوقت ده بالإضافة ليه كانت الإصابات ممكن تكون بتزيد من 3 ل 5 أضعاف ما عندناش أرقام محددة تقدر تقول وتقدر توصف أبشع الطرق اللي تم التنكيل بيها بالشعب الفلسطيني رغم مرور كل السنين دي لسه ألاف الفلسطينيين شايلين مفاتيح بيوتهم اللي تم الاستلاء عليها من العصابات الصهيونية وده على أمل أنهم يرجعوا لأراضيهم اللي شهد على تاريخ مليء بالدم والمجازر ضد الفلسطينيين وانت بتقول يا من قصة المفاتيح واللي وسقتها عدد كبير جدا من الأفلام الوسائقية والصور الفوتوغرافية على مدار السنين أن أي ستة فلسطينية بتبقى حطة هنا المفتاح البيت الأديم بتاعها خلينا أقول أن اللي أحيى هذا اليوم أو اللي أعلن يوم النجبة هو الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفت سنة 98 قال أن اليوم اللي تلا إعلان قيام دولة إسرائيل حيسمها بالنجبة طبعا هم كانوا مسمينه النجبة لكن تم إعلانه رسميا في السلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره يوم وطني فلسطين وللأسف وإحنا بنتكلم عن النجبة وبنتكلم عن تاريخها الفلسطينيين السنة دي بيحيوا هذه الذكرى وهم بيعيشوا مأساة أكبر بكثير من المقاس اللي فاتت من أكتوبر اللي فات وحتى الآن عدوان إسرائيلي ممنهج مجازر جماعية عملية تطهير عرقي واضحة للعيان العملية دي حصدت حتى الآن أرواح أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني معظمهم بطبيعة الحال من الأطفال ونساء اللي ملهمش أي زنب في هذه المعارك العدوان ده تجاوز كل الحدود والأعراف القانونية والدولية العدوان ده مازال يقوم بجريمة إبادة جماعية واضحة ضد أهالي القطاع المحاصر وسط صمت دولي كامل عما يحدث ووسط توحش إسرائيلي في العمليات التي تقوم بها من البر والبحر والجوم المجازر اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال في غزة جريمة ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني احنا شفنا على مدار الفترة اللي فاتت استهداف مباشر للمدنيين تدمير للبنية التحتية في القطاع دفع للفلسطينيين علشان ينزحوا ويهجروا أراضيهم وأنهم يعملوا أزمة إنسانية غير مسبوقة ويضعوا الفلسطينيين في موقف شديد الصعوبة مع ظروف غير إنسانية وغير أدمية للمعيشة استمرار للعمليات العسكرية في رفحة الفلسطينية كل ده بيهدد حياة أكتر من مليون ونص فلسطيني اشتركوا في القناة